أول حاجة للأغنية دي يامراية هي أغنية كانت تعجبني مليك انت بقي صغير كانت لموسيقيين من ناحية الكلمات كانت تقاسني فغير ماو وحتى درت تقريباً واحد تمنتار ستعتار العام فاش حسيت براسي انه ممكن غني حتى نفسه ما كش كان عرف وقلت انه ممكن غني ممكن دير الموسيقى فكرت انني نشي نهار ندير اون غبخيز اماسوس ديال ديك اللي اغنيين اللي اعزيز عليها بزاف ولكن في ذلك الوقت ما كنش مستعد و الحمدلله أبخي تخيزا غندي نقوله تقريباً تلتاش العام من بعد جاءت الوقت فاش ندرك هذا البروجيه هادا اللي كنت تبدأت كان نخدم في توزيع في استوديو عندي في الدار و واحد صديق ديالي ممتل مغربية حمزة قدري كان نسمع لا ديمون وقال ليه خسنا نشوف كفاش ندير معيون اسمي غريك لانا مرحبا على راسوا عيني زيما جيت اكسيت باش نورري ذاك لا ديمون ونوري لا ديكسون فين غادي لذلك هوا ولا تصل بيوناس سمعوا ولا ديكسون بينه وبين يوناس و عجبتوا الفكرة عجبوا التوزيع عطاني شي نصائح ذي غماخ وكل شي وحاولت نخدم عليهم وحتى عدرت كملت الأغنية ودرنا الفيديو كليب مع المخرج شاب مغربي وريد أيوب خرج من دراسة سينيما في مراكش اللي تعاونت معي تاي بزاف في تورناج و اللي استطاع انا ويكون واحد لكيب مزيانة و بالممتلين بالتكنيسيان اللور للغيجيسور كل شي و اللي عطينا واحد له كل شي خدم فيه بقلبو و الوغزولطة احنا كنا فرحانين ولكن كانت غاسكم الفرحة حتى يونس ميغري تأجبوا فغيمن بارس كفش بشي تنوري حنا الاغنية كنت فربات تصلت بي عاردالي يالتدار عندو قلسناشر مقهيوان داكرنا من بعد انا كنت سنغرق امتان وريه نكليب دانك صافي تاجدت لغيانتور ديالي وريتو كيتفراج انا كنت راعد داكشي الحمدللله فغيمن اجبو ويلا ايتي تخز امو ويما فاليسيتي وشكرني بزاف وشكر لإكيب كاملا لان بتاتخ الاغنية الوجيهولة غيبن بزاف ولا صوتية ولا غييتسمة بزاف ولكن سي ديك لاغنية دي توتون ايكيب اللي خدمت لها فغيمن بالقلب وفرانشما زيما الربح الاول عندي انايا فغيمن هو انا يونس اللي ساتسفه ديالي الفكرة دياله هي ديال المخرج والد ايوب اللي طابع تلحال درو بزاف ديال السناريو ولكن تفقنا على السناريو واحد اللي بروزا والد يعني اختار واحد لونيور وأنا داعي قشيرا سيكون صمبر نوار بلان personاج ديال كلون لان اللي تكون حزين كيبين انه سعيد و留شوا ديال الممتلين يعني دك اكتبت كل وتطوية استاتيك ديال الكلب كامل مساكا ديال والد ايوب وانا فطبيعة الاعمال ديالي دائما كنت ابتجاب موسيقى ألماج تصرف دائماً كنت أشخصي مجملوني أنا متكتب عندما جميلاً مصنع الأหغنية التصوير وتصوير كأشياء المصنع والمتاعة المصنع أشياء تفضل كيف أشياء التصوير هناك صناعيو وطبع وأشياء لا يمكنني أن نعود طبعاً بكامل شيء تمام بشيء ومدرع بكتابة الذي يفعل الناس نحن نحصل أن نحصل أخبرت وعطيت الوقت للرأسي لكي نفهم توجه الفني اللي بغيت مشي فيه زيت تعلمت بزاف البروديكشن ميزيكال يعني الاغنية المرايه هدرت لها كلها بوهدي يعني كان لازم نسددالي ونتعلام ون تفكر رأسي مني نجاي ونعرف رأسي فين غادي ونعرف لي كيف نعمر غين خدام الحمدلله زي ما شوي تخاي كونتا إلا إلا كتحاول تفكر أنه لازم أنك تعيش من الموسيقى لأن معنى صناعة فنية ولكن الحمدلله بدأوا لشوزك تبدله شوية شوية دمون قوتي أنا غادي كون شوية أصعب حيث لون الموسيقي واللون الفني اللي غادي فيه أناسي عندي واحد شوية ديالواء الداخل أنه ماشي اللي غايقدر يسمع لي لأنه ماشي اللي غايقدر يسمع لي ماشي اللي غادي بالفرحاتي اللي ماي طريقة تفكر ديالي شوية مختلفة دان السنس كن نحاول نبدأ عجو كخي وكن نجو باقتاج مع الناس يعني ما كان نبقاش نفكر خسني ندير هادي باش هادي اللي غا تعجب الناس خسني ندير شي حاجة اللي غيكون فعل إحساس ديالي فغي ودك ساعة قدر تعجب الناس قدر ما تعجبوهم موهم بالنسبة لي هو أن نكون صارح مع راسي وإلا كنت صارح مع راسي رغد نكون صارح مع الناس هذا هو الهدف جالي